والله العظيم يعني ممكن مش هتصدقني أنا أول ما تحجبت والتزمت بالحجاب كنت مش عايزة أقولك ما بسيبش المصحف من إيدي وعاد ثلاث سنين في أمريكا مع أمي اللي يرحمها وكان أخوي عايش هناك اللي يرحمه والثلاث سنين دول كانت أمي بتتعالج فيهم كان ليه ورد يومي مش عايزة أقولك وانا نايمة في أمريكا بشوف إيه اللي بيحصل في مصر قسماً بيمين الله ما بحبش أقول الكلام ده بس في حديث قرسي بيقول إيه يا عبدي كن عبداً ربانياً أطيعني يطيعك كل شيء إذا قلت للشيء كن فيكون يعني تبقى في أمريكا وتشوف كل اللي بيحصل في مصر وانا نايمة وانت نايمة وانا نايمة وعايزة أستخير ربنا وبص ألاقي اللي أنا عايزة أعرفه بأعرفه لما تكون مع ربنا أوي أوي مش كده لا مع ربنا أوي يعني قاعدة مع أمي وتتعالج وقاعدة جنبها وما وريش أي حاجة غير إن أنا قارق قرآن وإن أنا أسبح وقولي يا وردي يومي طويل جداً ما بيخلصي يعني أصلي العيش أقعد أقولي الوردي ده للفاجة ونام وأصحى وقرأ قرآن وأم وأصحى وسبح يعني فكت حاسة إن أنا قريبة جداً من ربنا سبحانه وتعالى فكت أي حاجة عايزة أشوفها بعرفها فممكن تكون نعناعة كده آه لأ بس يعني يوصل الحال اللي أنت زي ما بقولت بقعاشها في أمريكا وتشوف كل الذي يحدث في مصر ما أنا بص حيستلموني بقى والنبي ادعاء الكدرات الخاصة لا مش ما بقول لحضرتك ده حديث قدسي بيقول كذا يا عبدي كن عبداً ربانياً أعطعني يطعك كل شيء إذا قلت للشيء كن فيكون أما تبقى مع ربنا قوي قعد أنت لسه كده مع ربنا سبحانه وتعالى شهرين وقفل على نفسك هتشوف حاجات عمرك ما شفتها ها بس ما علمش اللي أنت بتقوليه ده علم الغيب يعني مش إن أنا بشوفت اللي بحصل في مصر مش بعرف الغيب يعني لقدر الله عوزه بالله لا أنا بقول لك ده حاجة بتبقى قريب قوي من ربنا ربنا بيبين لك ربنا بيوريك آيات وعلامات يعني أنا بقوله يعني أنا مش بشوف كده على طول بقوله والنبي يا رب وريني آي وعلامة كذا وأنا نايمة بشوف بحلب رؤية حاجات مش جاهز ده الكلام اللي ده خلل بعض أحيان يقول بعض الفنانات اللي تتحجبنا يعني يعني بدأنا تتحدثنا وكأننا يعني يعني وكأنهم وسيط يعني بين الناس وبين الله سبحانه لا 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 أعوزوا بالله وبدأوا يتكلموا وكأنهم داعيات وكأنهن داعيات لا أنا عمر ما كنت داعية ولا بتاع أنا بحب ربنا وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ومشي بما يرد الله وبطيع أوامر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين فأنا أي حاجة تانية بقى ما تسأنيش ما أعرفش ماشي قبل ما أطلع فاصل تعالي نشوف أنت متهمة أيضا من استخدام بإيه بقى بقولك يا وائل استخدام الدجل والشعوزة عشان نادي يكسب يفوز على نادي تاني يعني التصويق لهذه المفاهيم حتى في مجال الكورة في الأندية يعني في كل ده ماشي ما حستيش أنه ترويج لدجل والشعوزة أنه الحجة نعناعة الخلا نعناعة هتكسبك في المطشاط الحجة نعناعة ممكن تربطك ومتخلكش تقوم بواجباتك الزوجية حجة نعناعة ممكن تخبط التاكسي لو غضبت عليه في الحيطة أنا خدت الموضوع ببساطة وخدت بخف الدم والدور حتى يعني أنا ممكن أول مرة ألعب دور دمه خفيف كده يعني دايما الناس تشوفني ميكادية بعيد مش عارفة إيه لكن هنا دور دمه خفيف لا أنت عاملاها هايل جدا يعني ما فيش حد لا لا هايل جدا وأنا بقولك الشخصية نفسها موجودة أنا بشوفها من خلال قضيانة ومن خلال الوقت كثيرا لكن هي المخيف في أنها ممكن تصوق تروج لده يعني لا إن شاء الله والله يبص أقول لك على حاجة الناس أصبح عندها استعداد لأي شيء ما تقوليش نعناعة ولا غد نعناعة الناس عندها استعداد تعمل أي حاجة أنا بسمح حاجات غريبة الشك قبل المسلسل وقبل مرتبط بيه وقمضي عليه بسمح حاجات تقشاري لها الأبداء أنا أقول معقولة في حاجات كده معقولة في ناس تسافر المغرب عشان تعمل مش عارفة إيه الأعمال والحاجات أه معقولة في ناس تسافر ما بقاش بصراحة بقى مش مصدقة يعني يعني بقول إيه التفاهة دي يعني أقول العبيتة أوي اللي يفكر كده أنت خليك مع الله سبحانه وتعالى وربنا هيحقق لك كل شيء لو أنت مع الله قوي ربنا هي كل اللي أنت عايزه ربنا هيحقق طب بمناسبة ده تأملتي في الكلام اللي قالته صديقتك الحاجة شهيرة وصديقتنا أيضا يعني أنها قالت أنا راجع الفن تاني أنا توقفت لأن كان في زميلة عملا لعمل ورجع الفن تاني يعني وحتى تشيل الحجاب ما عارفش ما سمعتهاش ما شفتش آه لا يعني بس بتقتنع بكده أن في حد ممكن يعمل عمل لحد ويخليه ما يشتغلش بص هو فيه ناس مؤذية كتير ده لا شك ولا جدل ولا جدال فيه ناس بتحب أزية الناس وفيه ناس يعني أنا سمعت كتير قوي أن فيه ناس بتعمل أعمال لبعض وبيقفوا حال بعض عن طريق العمل والسحر بس أنا ما بحطش ده في دماغي لأن لو حطيته في دماغي هاوت في بيتنا وحبقى كده مستكينة بس حد كان بيهددك دايما حد يقلك أنه بيعمل كده ولا أنت معيشتيش ده في حياتك خالص لا عايشه لا ده أنا أكتر واحدة تسحر لي يعني حاجاتك ايه ده والله اه طبعا لا طبعا بس ما طول ما أنت مع الله ربنا بيحميك من كل حاجة دي على طول ورد يومي مش مهزر بيها أو مسكحة منظر اه طبعا يعني على طول أنا لي ورد يومي كده بالألافات بفضل الله يعني فربنا هو خير حافظا وهو أرحم الرحيم طبعا اه في كل الأحوال هنكمل مع هو عيل كمان يعني ابن أمه أصلا ده فهي كمان رحمت غزة منه لأنه هي كمان نهال عمبر في المسلسل طلع قاسية جدا وبتستقن المعلاء عشان تحرق البنته وبتتهمها بسرقة الدولارات والبنت بريئة تماما فحبت تاخد حقها بقى قالت بس بقى أنا هروح بقى شوف إحكاية الرجل ده خليه بقى يقعد جنب أمه يعني آه بس أنت أي طبيب نفسي وكل يعني رجال الدين والأطباء حتى يقولك أنه المشاهد دي خط لأنها بتبين للناس أنه فعلا في حد يمكن أن يتم ربطه مع أنها حالات نفسية والعلم والعقل والدين لا يعترفون بذلك يعني فأنت هنا بتصوّق لده أنا ما عرفش بقى بصراحة أنا عملت الدور وأنا حبيته لكن ما عرفش بقى التوابع بتاعته أنت متهمة بـ لا مش متهمة تجايمنا عشان تتهمنا أنا عارفاك عشان كده ما كنتش عايزة أجي معاك لا والله يعني أنت مش متهمة يعني لا لا مش متهمة أنا بقدم حاجة حلوة دماء خفيف للناس في مسلسل حلو بيقول حاجة برضو يعني أنا بعتبر المسلسل بيقول كذا شريحة من المجتمع على فكرة شخصية الحجة نعناعة أو خالة نعناعة موجودة موجودة في المجتمع يعني أكيد ما أنا سألت المؤلف سألت المستس حسان قلت له في حد كده قال لي هو أكيد مش هيكتب من نفسه كده لا ده هو عارف طبعا ومتأكد وإلى ما كانتش كتب حاجة اسمها نعناعة يعني ما كانتش تعرض لشخصية زي دي أيوة ما أنا ممكن يعني أكتبها بس بشكل يدين الشخصية أو يطلعها في النهاية أنها يعني بتنصب بالتلات والأي هي مش بتنصب أولا ما بتاخدش فلوس حتى فيه كذا جملة أنا دفتها من عندي الليقول طب بتاخدي كم تقول لهم أنا الواجه الليها الكريم ما بتاخدش فلوس لو دجالة تاخد فلوس لكن هي مش دجالة هي بتنقذ الناس من حاجات جاية عليهم فأنا باعتبرها مش دجالة أنا باعتبر الستي دي بس لو أعرف حد زي نعناعة كده ده أنا صاحبها بجد يعني هي في النعناعة دي في الخيال يعني تحل مشاكل كتير أه طبعا تحل مشاكل لا بس أقول لك ترجمة نانسي قنقر